مع برودة التقص في فصل الشتاء يلجأ سكان الجلفة إلى ارتداء القشابية التي تعتبر موروثا تاريخيا لا يمكن التخلي عنه فجمال القشابية لا يكتمل إلا بحياكة متقنة ومميزة سواء كانت بآلة الخياطة أو عن طريق اليد تجار القشابية والخياطين أبدوا استياءهم من الصوف الصيني المقلد الذي غزى الأسواق ما جعل البعض يتخلون عن الصوف المحلية حسبهم في برامة هذا رحم يجبوه فيه كما نقوله من العراق ويجبوه فيه من دول الخارج احنا يكمن مثال الموال هذون يرحم عدهم القلم اللي رحم يرعاوه في البادية كما نقوله مثال في مدينة بشار وفي تيندوف وحتى في تمراص وحتى في ولاية إليزي كيلحق وقت الصوف الصوف يزجوا قلمهم مكانش الشاري ليشريه كي يجبوه هنا يا الجلفة مكانش ليحتاجوا لك الصوف احنا ما عدنا ما ندروا بياس دي علاش قالك اخو احنا رهجي نال في برامة الخارج لا نقضو به في السوال هنا هذا كما قالك الرولوات هذه عاتجي زربية مخدومة وكل حي عاتجي مخدومة يعني ارهجي نال خارج هذه اللي طيحت احنا يعني سلعة وطيحت التجارة انتواع بلاد ورغم انتشار الالبسة العصرية إلا أن المواطن الجلفوي يفضل القشابية لمقاومة برد الشتاء سيما وأن المنطقة تعد من أبرد ولايات الوطن ترجمة نانسي قنقر